في كل لقاءات السيد الرئيس مع جموع الشعب المصري لا يخلو حديثهم من الكلام عن الشعب المصري وأن الشعب المصري هو البطل وكم تحمل من الصعاب وكم واجه من تحديات ودايما كمان بيتكلم عن كل أم مصرية وزوجة قدمت شهيد حتى نصل إلى ما وصلنا إليه الآن ولقد كان الشعب المصري هو البطل والمعلم الذي تحمل الصعاب وواجه التحديات لذا فإنني أوجه كل تقدير وامتنان لكل أم مصرية وزوجة وابنة قدمت الأب والأخ والزوج والابن شهيدا كي تهب لنا الأمان والوطن وتحية اعتزاز لرجال القوات المسلحة والشرطة المدنية الذين وهبوا لمصر الأمن والأمان وتحية لكل علماء مصر ومعلميها وعماليها وفلاحيها ومثقفيها وإعلاميها كل في موقعه كان بطلا من أبطال هذا العقد الفريد من عمر الوطن ترجمة نانسي قنقر